وحبقى لحسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي واللي لسه طبعا بيثبت جدارته في القيادة الفنية للنادي الأهلي بعد ما حقق التولاتية لما احنا عشر سنين فاس بالدوري الممتاز وفاس بالكاس والسوفر المصري حسام البدري بدأت ولايته الثالثة في الإدارة الفنية للنادي الأهلي في بداية الموسم اللي فات بعد ما راح على المدير الفني السابق الهولندي مارتنيول واللي كان طبعا بيعيش معاه الفريق في حالة فنية غير مستقرة وخسر كاس مصر لحساب نادي الزمالك في موسم 2015-2016 وكان في رفض طبعا في البداية من بعض الجماهير جماهير نادي لالي على تولي حسام البدري مهمة المدير الفني للفريق لكن البدري قدر ان هو يرد على كل منطق دي بعد ما قدر في اول موسم ليه في ولايته الثالثة ان هو يحصل على الثلاثية تغير طبعا وصافة دوري ابطال افريقيا بعد ما خسر في النهائي من نادي الودادة المغربي جمهور السوشل ميديا اشاد باللحاء واكيد حسام البدري في الموسم اللي فات مع الفريق حتى اللي كان رافض وجوده اشاد باللي وصل له الفريق دلوقتي تعالوا نشوف معيك وانتابع اراء جمهور السوشل ميديا على فوز النادي الاهلي مع حسام البدري بالثلاثية المحلية وهنبتدي مع حسن العلق وقال حسام البدري دوري وكاس وسوبر واصيف افريقيا في موسم ولسه فيه ناس بتنتقدوا وبتهجموا طب يعمل ايه تاني عشان يعجبكو؟ رد عليه عمر وقال انا واحد من اللي كانوا رافضين البدري في الاول لكن معاه شفنا الاهلي بتاع زمان رجع لنا استقرار وبطولات من تاني رد عليه سمير وكتب حسام البدري مش بس كسبنا بطولات البدري رجع شخصية الفريق من تاني من الموسم اللي فات خسرنا مش بس في الدوري والثلاثة في افريقيا كمان سيد قال حسام البدري جاب لنا الكاس بعد عقدة عشر سنين وثلاثية وهو الوحيد اللي خدها بعد جوزيه المفروض بدل ما لسه في انتقاد لي ندعمه عشان يرجع لنا افريقيا هشام كتب حسام البدري كان تلميز ماني والجوزيه دلوقتي هو بيثبت ان هو افضل مدير فني للنادي الاهلي من بعده خير تلميز لافضل الاستاذ واخيرا سالم علاء وقال حسام البدري كنت كل ما بنفتقد ما بننتقده على تشكيل او تغيير قبل الموتش كان بيرد علينا في الاخر بالنتيجة شابو واستمر يا كوتش اشتركوا في القناة